اشهد سعادة السيد جميل بن محمد علي حمدان وزير العمل بالتزام الشركات والمؤسسات بتطبيق القرار الوزاري رقم ثلاثة لسنة 2013 بجان حظر العمل تحت أشعة الشمس المباشرة وفي الأماكن المكشوفة خلال فترة ظهيرة خلال شهرين يوليو وأغسطس من كل عام ويعكس هذا الالتزام المسؤولية الإنسانية والوطنية التي يتمتع بها أصحاب الأعمال لتطبيقه من تأكيد على حرص البحرين بكافة قطاعاتها على صون حقوق الإنسان وتوفير البيئة الآمنة من الأخطار في فصل الصيف جاء ذلك خلال الجولة الميدانية المفاجئة التي قام بها سعادة وزير العمل لعدد من مواقع العمل للاطلاع مباشرة على مدى التزام منشآت القطاع الخاص بتنفيذ القرار حيث التقى عددا من مشرفي مواقع العمل بالمنشآت والطلع على الإجراءات التي تتخذها مؤسساتهم لضمان التقيد التام بتنفيذ القرار أؤكد حميدان أن القرار يعد من التشريعات المهمة التي تنطوي على أبعاد إنسانية واقتصادية لافتا إلى أن حماية العمال وضمان صحتهم وسلامتهم هي من الأولويات التي تحرص الوزارة على الاهتمام بها مؤكدا أهمية تحسين كفاءة ووسائل الوقاية للحد من الإصابة المهنية والإجهاد الحراري وضربات الشمس وأمراض الصيف الأخرى نشكر جميع الشركات وجميع الأصحاب العمل على حرصهم الإنساني وحرصهم العالي بالحماية والسلامة المهنية تحت الأشعة الشمس الحارقة الحقيقة البحرين شكلت مبادرة رائدة في هذا المجال وهي لا تزال تحافظ على هذه المنجزات الإنسانية والصحية التي يتأمن الصحة والسلامة المهنية للجميع فالحقيقة فخورين بالشركات فخورين بالدنيا يلتزمون تماما بهذه القواعد قواعد الصحة والسلامة المهنية وحضر العمل أثناء دروة الحرارة ودروة أشعة الشمس ترجمة نانسي قنقر